اشتركوا في القناة صحة وسعادة استفساراتكم مداخلاتكم اي مداخلة عندكم استفسار اقتراح على ارغام التواصل ويانا في البرنامج اذكركم بارغام التواصل بعد ما رح بفريق العمل وياي اليوم في الاعداد حسني البلاونة في الاخراج مينثة بياد وتقدم الحلقة اليوم لكم دكتورة عاشة البسطي حياكم الله ويانا اذكركم بارغام التواصل 600551414 الرسائلة النصية على 4006 حياكم الله اليوم مواضيعنا متنوعة مثل ما عودناكم سواء تقذوية سواء صحية وطبية ونطرق لكذا موضوع اليوم جدا مهم طبعا نحن عارفين بالنسبة لي فقراتنا التقذوية تكون متنوعة كل يوم عنا فقرة متنوعة مختلفة عن الفقرة الثانية بالنسبة للفترة تركيزنا يمكن من يومين لاحظوا أنه على المرأة الحامل بخصوص الرضاعة الطبيعية اليوم بنتكلم أكثر بخصوص فترة تقذية المرضع المرضع يعني خلال فترة الرضاعة الطبيعية تحتاج لتقذية صح أن نفس تقذيتها المفروض الواحد يأكل يعني طبقة المتنوعة سواء الفايتامينات الكربوهيدرات البروتينات بس بعد السيدة المرضع لها يعني أشياء معينة تحاول تركز عليها أكثر في هذه الفترة الرضاعة تعتبر كذلك مجهود بالنسبة لي للسيدة المرضع وفي أشياء معينة تحتاج تركز عليها أكثر عساسة مدهب الطاقة تمدهب النشاط تمدهب يعني جسمها ما يخسر الفيتامينات اللي تحتاجها بشكل يومي اليوم ويانا الأستاذة هنادي حسني القبيش أخصائية التقذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي وتكلمنا اليوم عن تقذية المرضع صباح الله بالخير أستاذة هنادي صباح النور هلا 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 رح نتكلم اليوم عن تقذية أثناء الرضاعة الطبيعية هلا مرحلة الرضاعة الطبيعية هي مثل ما تفضلتي من أحد أهم المراحل المهمة في حياة المرأة ومنها مهم جدا الحرص فيها على التقذية الملائمة والسليمة ولازم تعرف أنه المرأة المرضع جسمها هو مصنع لإنتاج الحليب وليس مخزن وعملية تصميع الحليب بتم استهلاك العديد من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية تقريبا هي في عملية الرضاعة بتستهلك ما يقارب من 200 إلى 500 سعر حرارية في اليوم وبتخسر كمان كتير من العديد من العناصر المعدنية والغذائية من جسمها بالتالي توجب عليها تعويضها مشان تتلاصى حدوث أي نقص في جسمها مشان هيك لازم تتناول وجبات غذائية متوازنة بتلبي احتياجاتها كمرضاء من أهم هذه العناصر الغذائية اللازمة هي تركز عليها البروتينات هلأ البروتينات بتساعد على إدرار الحليب بتزيد من إدرار الحليب هلأ البروتينات نفسها ما بتأثر على مكون الحليب نفسه يعني إذا زادت هي كمية البروتينات المستهلكة ما بيغير تركيب ومكونات الحليب لكن هو بيزيد يتوجب عليها تتناول تقريبا من 5 إلى 6 حصة يوميا من البروتينات سواء كانت نباتية أو حيوانية مثل المصادر هاي البروتينات السماك الدجاج اللحم البيض مصادر البروتينات النباتية مثل البقوليات ولما نقول من 5 إلى 6 حصة حجن الحصة تقريبا 30 جرام أو بحجم البيضة أيوة يعني مبقاها تكون كخمس وجبات بروتينات في اليوم الحصة هي كل حصة تقريبا يعني مثلا نقول صدر الدجاج إذا كان حجمه متوسط بيكون تقريبا عبارة عن تلك الحصة وهي إذا أخذت كمية بروتينات بحجم مثلا صدر دجاج 2 صدر دجاج هي بتلبي احتياجاتها من البروتينات باليوم الكامل باليوم الكامل هلأ ممكن الصبح مثلا تاكل بيض وجبن ممكن على الغداء تاكل دجاج أو سمك أو لحم على العشامة لن تاكل بقول إياك هي يعني بتختار متل ما بتحق وتوزعهم أيوة توزعهم في اليوم يكون تقريبا 6 حصات في اليوم هلأ العنصر الثاني اللازم يتركز عليه الكالسيوم هلأ من وين بيجينا الكالسيوم من الحليب ومشتقاته تقريبا لازم تاخذ من 3 ل 4 أقواب حليب ومشتقاته في اليوم تقريبا حتى تلبي احتياجاتها من الكالسيوم هلأ الطفل بيتمد بالأساس على حليب الأم لغاية الست شهور وبالتالي بيستنزل هلأ مكونات الكالسيوم في حليب الأم بيبقى ثابت لكن هذا الكالسيوم بيتم أخذه من جسم الأم إذا ما تم تعويضه بالتالي ممكن يصير عندها شاشة عظام أو يأثر على مستوى الكلف عندها وبالتالي تعريضها لمشاكل صحية فيما بعد بالتالي لازم هي تتناول كمية الكافية من الحليب ومشتقاته حتى تزودها بكمية الكالسيوم اللي جسمها بيحتاجه أيوة وبالتالي وكمان لازم تركز على الخضار والفاكهة عشان تأخذ احتياجاتها من الفيتامينات والمعادن وتقريبا لازم تأخذ من خمسة إلى ست حصاص في اليوم من الفاكهة والخضار المتنوعة وحجم الحصة تقريبا بالنسبة للفاكهة حبة متوسطة بالنسبة للخضار نصف كوب إذا كان خضار مطبوخة أو كوب من الخضار التازج المجموعة الثالثة اللي لازم تركز عليها النشويات والكربوهيدرات المتنوعة والتركيز على الكربوهيدرات المعقدة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الألياف مثل الخبز الأصمر البرغل الشوفان أيوة وكمان ما تنسى تزيد من استهلاك السوائل لأنه هي بعملية الرضاعة بتسقط جسمها كتير من السوائل بالتالي لازم تعودها بشرب الماء الشربات المشروبات الساخنة أو العصائر الطبيعية وتقريبا لازم تاخد في اليوم ما يقارب من 2.5 إلى 3 لتر باليوم والسوائل كمان بتزيب من إدرار الحليب كل ما شربت سوائل أكتر بزيد كمية إنتاج الحليب عندها أيها هلأ في عندنا أشياء نفس الوقت في أشياء قلنا تركز عليها نفس الوقت في أشياء لازم تنتبه من تناولها أو تخفف من تناولها مثل الفرط في تناول مشروبات العالية بالنسبة الكفايين مثل القهوة والشاي المشروبات الغازية أكل الشوكولاتات لأن الأبحاث بتقول إذا هي تناولت تقريبا في اليوم 150 ميلي جرام من الكفايين للمستهلك هذا بتم تمرير تقريبا 5% منه إلى الطفل عبر حليب الأم وهذا بالتالي بيأثر على حدوث اضطرابات ومشاكل في نوم الطفل أو حتى اضطرابه طول اليوم بيكون يعني وضعه مو طبيعي صحيح 5% يعني للطفل يعني بعد تمية يعني ما بيعتبر شيء بصير للطفل بتأثر يعني على بيكون تأثير ملحوظ هلأ كمان لازم تبتعد عن الأطعمة اللي بتسبب الغازات والنفخة مثل البروكلي الخضروات الغازية البقوليات هلأ البقوليات ممكن إضافة بعض البهارات مثل الكمون عليها مشان تقلل من النفخة وطبخها إذا كان هي جربت هذه الخضار وما بتسبب لها أي مشاكل أو لطفلها فيها تتناولها ممتاز أيوة وكمان لازم تقلل من تناول الأطعم المصنعة والمألية والوجبات السريعة لإحتواءها على كميات عالية من السطوديوم والسكريات ونصيحة أخيرة أنه عدم اتباع رجيم قاسي لإنقاص الوزن أثناء الرداعة الطبيعية وخاصة خلال الشهور الأولى بعد الرداعة لأنه اتباع رجيم قاسي قد يؤثر إلى تعرضها إلى حدوث نقص في الفيتامينات ومعادن مهمة لجسمها وبالتالي حدوث مشاكل صحية عندها وإذا كان لابد من إنقاص وزنها لازم تتابع مع أخصائية تغذية حتى توجهها للطريقة السليمة لإنقاص وزنها بحيث لا تؤثر على نقص في معادن وبيتامينات وبالتالي تؤدي إلى مشاكل فحية سواء حتى للطفل أو توقف الرضاعة شكرا أن اشترحت هالنقطة استاذ هانادي لأنه بعد الولادة الوحدة تحس بوزنها زايد وتبغي تنزلة ففي حد يبغي ينزل بسرعة يعني هو ما بالقصد أنه أنزل بسرعة القصد أنه جسمي حتى ما يتأثر ولا يتضرر من هذا التنقيس عناصر وبيتامينات مهمة هلأ وكمان أثناء الولادة والرضاعة كمان فهي بحتاج يكون يعني مخزون جسمها من هاي المعادن والبيتامينات والمواد الغذائية جيد حتى تقوم بعملية الرضاعة فإذا هي بدها تنقص وزنها بالتالي رح ينقص جسمها هاي البيتامينات بالتالي بيأثر على صحتها بيأثر على كمان رضاعة الجني المولود وبالتالي قد يعرضها إلى مشاكل فحية استاذ هنادي حسني القبيش أخصائية التقذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي شكرا لك حياك الله حياك مستمعين مثل ما تكن المتويان لأستاذ هنادي بخصوص تقذية المرضع إن شاء الله طالعين فاصل وردي لكم صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة أذكركم برقام التواصل 600 5 5 1 4 1 4 الرسائل النصية على 4 0 6 مستمعين الحمد لله القطاع الصحي في دبي حقق نمو لافت خلال السنوات الأخيرة على مستوى المنشآت الطبية والصحية اللي وصل عددها إلى 3,371 مستشفى ومركز وعيادة حتى العام الجاري بمعدل نمو بلق 33% ويعمل بها 38,981 مهني صحي بينهم 10,556 طبيب فيما وصل عدد المترددين على المستشفيات والمراكز الحكومية إلى 1,813,193 والخاصة إلى 7,897,899 متعامل خلال 2018 في الوقت نفسه حققت عوائد السياحة الصحية 1,163,000,000 درهم في العام الماضي كما شهد القطاع نفسه ارتفاع ملحوظ في معدلات الاعتمادات الدولية لمجمل المنشآت الطبية سواء الحكومية والخاصة واللي وصلت إلى 97% في تقدم واضح نحو الهدف الوطني اللي يغضي بأن تكون جميع المنشآت معتمدة بنسبة 100% بحلول عام 2021 وهاك اللي يخدمه بشكل مباشر هدف طبيب لكل مواطن للحديث عن جهود الهيئة لدعم هدف طبيب لكل مواطن يسنع يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتورة حنان عبيد مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحة في دبي صباح شاء الله بالخير دكتورة حنان صباح شاء الله بالخير دكتورة عايشة والمستمعين جميعا إن شاء الله دكتورة ما شاء الله نمو القطاع الصحي في دبي وكذلك الإحصائيات اللي يعني ما شاء الله يعني يعني سنة بسنة الحمد لله النمو هذا يبرز على المجهود اللي يبرز القائمين على تطوير هذا القطاع وكذلك حتى بالنسبة للاعتمادات الطبية بخصوص المشاءات الصحية كذلك يعني هذا مجهود كبير واليوم حديثنا الأهم بخصوص طبيب لكل مواطن فدكتورة حابينك تعطينا نبذة عن الهدف اللي هو طبيب لكل مواطن طبعا تماشيا مع وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مدلس الوزراء حاكم إمارة تبي رعاه الله في توفير طبيب لكل مواطن وتوفير الاستشارات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وطوال الأيام الأسبوع من قبل مئات الآلاف من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين طبعا المتخصصين ويتم استقطابهم من كافة بلدان العالم والتي يتم تنفيذها من خلال تطبيقات الحكومة الذكية مثل منعف دكتور عايشة هذه الوثيقة التي أطلقت فيها مبادرة اللي هي في البند الخامس مبادرة الطبيب لكل مواطن وطبعا الهدف من هذه المبادرة هي تغيير المنظومة الصحية بشكل عام وبلورتها بشكل نظام صحي مبتكر وأقرب للمواطنين طبعا مع تعزيز الوعي الصحي لهم والاستفادة طبعا من أفضل التجارب والعقول العاملة في المجال الطبي سواء المحلي أو العالمي طبعا هذه المبادرة تدعم البرامج الاستراتيجية التي استبناها الهيئة العام 2021 وكذلك تدعم البرامج المبتكرة ممتاز دكتورة ممكن تعطينا كذلك نبذة عن عمل اللجنة الفنية لطبيب لكل مواطن وشو هي أهم اختصاصاتها طبعا طبعا اللجنة الفنية التي تكونت لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي هدفها الحصول على يعني توفير إطار لتقديم الخدمات الصحية عن طريق طبيب لكل مواطن وتقديم خدمات عالية الجودة وحاطتها برعاية صحية متكاملة وذلك لتحقيق الرضا المتعاملين وسعادة طبعا من أهم اختصاصاتها تحديد التوجهات المؤسسية والاستراتيجية لتنفيذ البند الخامس من وثيقة الخمسين ودراسة الوضع الحالي للإمارة لتطبيق تطبب عن بعد أو تطبيق خدمات الرعاية الصحية عن بعد وكذلك دراسة أفضل النماذج العالمية لتحقيق هذا الهدف وبناء الإطار والخطة التنفيذية لهذه البرنامج لتقديمها في إمارة دبي طبعا هناك عدة مهام أخرى مثل التنسيق أو التعاون مع الجهات ذات العلاقة والشركاء وكذلك إعداد الإطار التشريعي للبرنامج ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة ممتاز ومجهود كبير صراحة شكرون علي دكتورة طبعا لاحظنا نمو ملحوظ الحمد لله في أعداد المنشآت الطبية في دبي فكيف يخدم هذا النمو الهدف اللي هو طبيب لك المواطن طبعا ذكرتي دكتورة النمو 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 في أعداد المنشآت المنشآت طبعا هذا بالإضافة لإعدمادات الدولية طبعا هذا كله سيساعد السياحة العلاجية في إمارة دبي هذا بالإضافة إلى تقليل وقت الانتظار في المنشآت الصحية طبعا خدمة طبيب لكل مواطن هي بتكون عن طريقة طبيقات الذكية فطبعا المواطن رح يحصل على الاستشارة من أطباء خصائيين واستشاريين عن طريق خدمات الرعاية الصحية عن بعد وعن طريق الطبيقات الذكية فممكن أنه يعني يحصل على الاستشارة الكاملة سواء التشخيص وكذلك كذلك توفير الأدوية رح تكون عن طريق الاستشارات فهذا رح يقلل يعني ذهابه إلى العيادة رح يقلل وقت الانتظار للحصول على الخدمة وإتاحة الفرصة للحالات الأكثر تعقيدة بالوصول للخدمة يعني ممكن هو حالة حالة بسيطة ممكن معالجتها عن طريق خدمات التطبب عن بعد ممكن عبارة عن متابعة أو أو يستلم أدوية فقط أن يستلم أدوية فقط أو يطلب صحوصات فقط فهذه الخدمات ممكن أنها تقدم عن طريق الخدمات التطبب عن بعد فبيصير هناك فرصة للحالات التي أكثر تعقيدا والحالات التي تحتاج صحص صبي أن يتوجه على المراكز أو المستشفيات بيكون الخدمة للناس المحتاجين هذه الخدمة وحتى وقت الانتظار نفس ما ذكرت يعني وقت الانتظار بالنسبة للمراجع يعتبر شيء ويد كبير يعني كل ما قل وقت الانتظار كل ما كانت سعادة المتعامل وحتى رضا كل ما كانت أكثر طبعا أكيد نحن في النهاية يهمنا صحة وسعادة المتعاملين يعطيكم العافية دكتورة هل يتم حصر مجمل المبادرات الداعم لطبيب الكلمواطن اللي تم تنفيذها في هيئة صحة بدبي طبعا يعني حصرنا كل المبادرات طبعا هناك مبادرات عدة في مجالات عدة فعلى سبيل المثال طبعا الهيئة مستحوذة على مجموعة كبيرة من التقنيات والحلول الذكية الموجودة يعني مثل الابليكيشن الموجود في الهيئة تطبيقات الذكية هذا بالإضافة للملف الإلكتروني اللي هو سلامة الموجود في هيئة الصحة بدبي هذا بالإضافة إلى استقطاب الهيئة لكفاءات الطبية المتخصصة عن طريق الأطباء الجائرين وغيرهم مثلا اتلاك الهيئة لمنظومة كاملة الرعاية الصحية عن طريق مثلا تواجد الضمان الاجتماعي له سعادة الضمان الصحي وهو سعادة وغيرها من البرامج الاستراتيجية والبرامج التي تقدم عن طريق هيئة الصحافة في دبي فكل يلعب دور كبير يعني كمبادرات تدعم كمنظومة متكاملة متكاملة وتدعم الطبيب لكل مواطن دكتورة ممكن تحدثين أكثر كذلك عن أبرز المبادرات التي تعزز البند الخامس والهدف الاستراتيجي وهو طبيب لك المواطن طبعا أهم المبادرات هي تطبيق توفير خدمة طبية عن طريق تقديم الاستشارات الطبية المناسبة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد تكون خدمة متكاملة ومجانية للمواطنين هذا باستخدام طبعا الأطباء المتدربين من أطباء الأسرة متدربين على العلاج عن طريق التالي أو عن طريق الرعاية الصحية عن بعد وكذلك التعرف عن طريق تاريخ المرض للشخص من خلال الملف الإلكتروني اللي هو الملف الطبي الشامل لسلامه طبعا الطبيب بتكون ما شاء الله متدرب على استخدام النظام الإلكتروني ويكون له فرصة كذلك الإصدار البصفات الطبية عن طريق خدمات التطبب عن بعد هذا بالإضافة إلى استحداث اللائحة التنظيمية لخدمات التطبب عن بعد نحن 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 لائحة في 2017 قمنا بمراجعته وإضافة بنود إضافية لها وذلك بالتعاون مع شركاء الاستراتيجيين والتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات وإدارة الشؤون القانونية بإضافة بعض البنود التي تسبح بوصف الأدوية عن طريق خدمات بوجود ضوابط معينة أو معايير معينة طبعا مشكلة الأدوية ستصرف بس فيه أدوية معينة ستصرف بناء على معايير معينة أحنا نضعها للطبيب ممتاز لأن بعد في النهاية تخصص طبيب وصحة الشخص في الأهمية في هذا حتى لو أشياء كثيرة بس عندنا صحة وسلامة المرضى في أولوياتنا كخدمة صحية وطبيب حتى نتأكد من سلامة وجودة الخدمة التي تقدم طبعا في بعض الأمراض ممكن نحن نعالجها عن بعض في بعض الأمراض يحتاج المريض أن يتوجه على المركز الصحي للفحص طبعا بيكون الأطباء متدربين على نوعية الحالات اللي ممكن العلاج عن طريق خدمات طبعا بعض وفي بعض الخدمات الأخرى اللي يستزم أن يذهب إلى الطبيب أو أحيانا يكون حالات طارئة يستزم أنه يروح للحوادث أو يروح للمستشفى عشان يعني يتم فحصه وصرف الدواء اللي يحتاجه المناسب كدنا المناسب يعطيكم العافية دكتورة وجهود مجهود كبير تشكرون عليه كذلك ونتمنى لكم كل التوفيق طبعا نشكركم ونشكر منبركم ونشكر جميع شركاء الاستراتيجيين معنا في هذا البرنامج مثل مكتب دبي التكي فلطة مدية دبي الطبية مؤسسة دبي خدمات الإسعاف واللجنة الأولى للتشريعات وكذلك نشكر المجتمع لتقبلهم هذه المبادرة وتعاونهم معنا شكرا دكتور حنان نتمنى لكم كل التوفيق دكتور حنان دكتور حنان عبيد مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية بهيئة الصحاب دبي شكرا لك مستمعين مثل ما طرقنا في موضوع الطبيب لكل مواطن صراحة إن شاء الله بيكون قفزة كبيرة بالنسبة للتطور في المشآت الطبية والصحية لدينا في إمارة دبي وفي دولة الإمارات عموما كذلك وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله غريبا بيظهر على أرض الواقع مستمعين طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم صحة وسعادة مستمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامجكم صحة وسعادة أذكركم برغامة التواصل إيانا 600 55 1 4 1 4 الرسائل النصية على 4 0 6 حياكم الله الحين دور موعد دراستنا الدراسة اليوم تقول دماغ الرجل أم المرأة دراسة تكشف الفارق المذهل كشفت دراسة علمية حديثة أجراها فريق من الأطباء في أحد الجامعات بالولايات المتحدة عن فارق مذهل بين أدمقة الرجال والنساء لا سيما فيما يتعلق بالذاكرة وأكدت نتائج الدراسة لأجراها الباحثون في منكلية الطب جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميزوري أن أدمقة الإناث بدت أكثر شبابا من نحو أربع سنوات مقارنة مع أدمقة الذكور من العمر نفسه وأظهرت الدراسة اللي شملت أكثر من 200 شخص من النساء والرجال أن دماغ المرأة تفوق على دماغ الرجل في اختبارات حدة الذاكرة بشكل كبير لا سيما عند التقدم في العمر وإشارة نتائج الدراسة كذلك اللي استندت إلى صور مقطعية لأدمقة عدد من الرجال والنساء تراوحت أعمارهم بين 20 و82 سنة إلى أن دماغ المرأة كان أكثر شبابا من دماغ الرجل من الناحية البيولوجية بنحو ثلاث سنوات وثمان أشهر يعني نفس الأول شيء تقريبا أربع سنوات ولم تكتف الدراسة على الصور المقطعية الدماغية لدى الرجال والنساء بل استندت أيضا إلى تأثير حرق الجسم للسكر وتأثير ذلك على عمل الدماغ لدى الأثنين وقال مانيو جويال من كلية الطب جامعة واشنطن أن نتاج الدراسة تقدم تبريرا منطقيا بشأن ميل النساء للتفوق على الرجال في الاختبارات الإدراكية في السبعينيات من العمر وأوضح جويال أن نتائج الدراسة تعطي تفسير للأسباب الكامنة وراء عدم تدهور الجانب الإدراكي والمعرفي لدى النساء مع التقدم في السن وذلك لأن أدميقته هنا أصغر سنا وتبقى تعمل بشكل فعال سبحان الله الدراسات كل يوم تكشف مواضيع إديدة والجميل في الدراسات كذلك أن تحس سبحان الله الواحد يكون عنده تشوق أن يعرف شيء يديد عشان شيء دراسة تطلع مرات شيء بسيط يعني أن الشخص يدرس شو الفرق بين دماغ الرجل بس تعطيك مرات أشياء يديدة في عالمنا وتعرف أشياء كثيرة سبحان الله يمكن الواحد قبل ما كان يعرفها خاصة في الأشياء الإدراكية الحسية هاي شيء يقدر حتى أي منشأة تستفيد منه أي شخص يقدر يستفيد منه تطوير بيئة العمل تطوير المكان نفسه فسبحان الله مرات دراسات معينة تشد انتباه الواحد ويمكن سؤال بسيط يختر على بال أي واحد فينا بس إجابته تكون مهمة والناس كثيرة مرات حتى يعني يكون سؤال جدا بسيط يعني العالم لو ما فكر فيها السؤال أو الباحث لو ما فكر فيها السؤال حتى لو كان بسيط يمكن ما كان بيلقى الإجابة ويمكن كانت الإجابة ما بتكون على مستندات علمية يعني الدراسة بينت أن سبحان الله عمى يعني دماغ المرأة الفرق بين الدماغ المرأة ودماغ الرجل أن حتى بالشعر المقطعية وبالدراسات اللي يسوها أنه يعتبق أصغر يعني يعني يطلع لك حتى لو عمرها سبعين بيطلع عمرها كأنه دماغيا بيكون وتفكيريا بيكون عمرها كأنه ست وستين يعني أربع سنين أقل هالموضوع نضطرق لموضوع يمكن مهم الحين خلال أيامنا هذه ناس وايد قامت تشتكي منها هم ذكروا من ناحية بخصوص الذاكرة في هذه في هذه الدراسة اللي هو فارق مذهل بين أدمقة الرجال والنساء لا سيما فيما يتعلق بالذاكرة يمكن بعد سبحان الله طبيعة المرأة من نوع الدقيقة في كل شيء فهذا بعد يعطيها أكثر من نوع من التركيز والدقة في مواضيع معينة فأكثر تكون لازقة في ذاكرتها نتكلم عن موضوع الذاكرة والنسيان عموما يعني عنا أسباب وايد يمكن وحي الناس وايد يمكن تشتكي أنسى بسرعة ما أقدر أذكر أحفظ وأنسى هالشيء نسيت يعني مواعيد معينة مهمة نسيت شيء معين فأضطر مرات أكتبه مرات مع زحمة الحيال أشياء الواحد عنده التزامات كثيرة صحي يعني كم الواحد بيامع فيضطر يحطها بس في مرات أشياء بسيطة نبتدي ننساها أو نحس أن ذاكرتنا ابتدت أخف عن قبل هو يعتمد على العمر كذلك بس من ناحية مرات يكون واحد في مختبئ للشباب أو صغير يقولك نسيت نسيت حاولت أركز بس مو بقادر كذلك على التركيز في هذه النواحي يعني أول ما نبتدي نحس أنه بتدينا ننسى بسرعة ما أقدر أركز أكثر يفضل أني أسوي تحليل شامل بحيث أنه يفرق لي في أسباب كثيرة بالنسبة لي اللي بتأثر على ذاكرتي أو بتأثر على حتى تركيزي منها بداية يمكن ببتدي بالأشياء اللي هي شائعة عندنا بشكل كبير اللي هو نسبة الهيموغلوبين أو قوة الدم تكون قليلة يعني الشخص عنده احتمال كبير يكون عنده أنيميا سوى أسباب الأنيميا كثيرة سوى نكس الحديد اللي هو الدارج الكثير أو الأنيميا بسبب نكس فيتومين بي أو بسبب فقدان للدم بكميات كبيرة ويدي كذلك إلى فقدان الحديد فهذه واحد من أكثر الأسباب واحد من الأسباب اللي هي الأنيميا نلجأ لسبب الثاني مرات قد الترقي بس الانخفاض أكثر يؤدي إلى الواحد يحس بعمره ما بقادر يركز يحس بعمره أنه ينسى بسرعة أشياء وايدة تكون أنه ما بقادر يركز حتى فيها فهذا واحد من الأسباب الثانية نفس ما قلت لكم أشياء وايدة الشخص عنده في باله ويفكر فيها يعني يعني مرات يكون الالتزامات الكثيرة كذلك فالواحد يحط لها ورق وقلم ويحط ها بس فيه أشياء مرات ننساها فيه مرات يكون كنكس فيه فيتامينات معينة مثل فيتامين بيتولف كذلك فيتامين دال بل يلاحظ الشخص نفسه أنه يبتدي ينسى أو أنه ما يقدر يركز فيه ناحية ثانية اللي هو سواء عنده فيه كبار السن فيه مرات نلاحظ أنهم يبتدون ينسون بسرعة أو فيه أشياء يكونون ناسينها ما بقدرين يذكرونها يمكن يذكرون أشياء قبل مستوي من سنين وناسي الأشياء اللي مستوي اليوم يعني حتى لو على الغداء أو على العشة تسأل عن ريوقة يمكن ما يذكر حتى ريوقة شواكل فأشياء بسيطة الواحد ينتبه لها من البداية بالناحية الكبار السن يعني إذا الشخص لاحظ أن أهل بالبيت ابتدوا يعني يعني ابتدوا ينسون أشياء بسيطة هم تعودين يسوونها أو يعني يحتاجون تذكير فيها زيادة يفضل أن يعني ناخذ المطبيب المختص أو الطبيب الأسرة للفحص مرات يكون شي عارض وشي بسيط ويمكن تدارك بسرعة يعني أشياء معينة تكون مثل فيتامينات معينة أو نفس إذا كان نكسل حديد يعني كورس حديد معين خلال شهر ستة سابيع الواحد يرجع أحسن حتى عن قبل أو نفس قبل النقاط الثانية مرات يكون الواحد تكون عنده حالة اكتئاب بسيطة أو حالة من الضيج البسيطة اللي هي تخليه ينسى كثير خاصة في كبار السن يعني يبتدون ينسون أو الذاكرة الأهل يلاحظون أن الذاكرة جدا قليلة أو الذاكرة من مثل قبل فأول شيء يمكن يفكر فيه من ناحية الكبير السن يعني معظمنا بنتخوف على بنفكر في الزهايمر بس بداية ناخذ للطبيب المختص أو طبيب الأسرة على الأقل لفحصة في مرات كثيرة يكون نتيجة اكتئاب بسيط أو واحد يعني ضيج كثيرة تكون فيه فيبتدي يعني يعني سبحان الله مخا ما يبتدي يجمع أكثر فيحتاج أنه أدوية بسيطة يمكن وما تكون كالزهايمر في الأشياء الثانية اللي بالناحية الذاكرة عنها اللي هي تصيب كبار السن تصيب كبار السن بالتحديد اللي هو الزهايمر طبعا ما بالكلة تصيبهم ما للسبب معروف نهائيا يعني أنه هذا السبب الأساسي عشان الواحد يتقي بس بيلاحظ الشخص أو الأهل أنه الشخص نفسه يبتدي يذكر يمكن أشياء بعيدة يعني مستوية من سنين وينسى الأشياء القريبة يعني اللي مستوية اليوم أو مستوية البارحة فأشياء كثيرة نحتاج نركز عليها ومرات العلاج من بدايته يعطي نتيجة فعاله نتيجة سريعة كذلك يعني الشخص يستفيد من أسرع من ناحية الفئات العمرية اللي بتكون يعني يمكن شخص يقولك أنا خايف أنه يعني الحين لاحظنا أنه كل الفئات العمرية صح كبير السن أكثر لأنه سبحان الله يعني جسمة تغيرات في جسمة ابتدتت أكثر عن عن قبل بس يعني الجميع أول ما تيهم أنه ننسى 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 نركز نشوف الأعراض اللي عندنا ثاني شي نستشير طبيبنا مرات تحاليل بسيطة تكون علاجها جداً بسيط ويرجع الشخص أحسن حتى عن قبل ويفضل الواحد أول ما ينتبه أنه ابتدى يحس أنه ينسى وبي لاحظة أي شخص يمكن يلاحظة أو إذا شخص ثاني نبهني أنه يمكن مرات أنا نفسي ما أنتبه أني أنا أنسى وائد أو يعني يعني في حد بيبتدي يركز ويايا ما بس أنا سبحان الله يمكن حد من أصدقائك من أخواني من الأهل بالبيت أنا نسيت تنسى وائد فعالأقل تنبيه لنفسنا التحليل ما بياخذ أو زيارة الطبيب ما بتاخذ يعني من وقتنا كثير وأهم شيء بالنسبة لنا هي الصحة يعني أشياء بسيطة يعني يمكن نسويها ويعني الواحد يتدارك بسرعة وتكون عائد زين لنفسه في مداخلة عبر رسائل نصية أنا عمري 62 رجلي تورا بروحة من غير سبب أسير الطبيب يسولي فحوصات ويقول لي ما فيك شيء ما عندي أمراض بس بروستات وساعات الزقط بالنسبة لتورم الرجل لأسباب كثيرة طبعا في فحوصات معينة تتسوى يعني أعصاص تأكد من الورم بسبب يعني مرضي ولا أسباب ثانية بالنسبة لتحتاج تراجع طبيبك كذلك لأن الفحص نوع الورم الورم اللي هون سميل ديمة يعني بيتنج نم بيتنج يعني أنا إذا ضغط عليه بيبرز الضغطة يعني مثل الماء يكون متيمع أو السوائل يكون متيمع في الريل عندك أي مشاكل كذلك في القلب أو مشاكل في الكبد هذه كلها تلعب بدور كبير مرات يكون من القعدة فترات طويلة ويكون الشخص عنده مشاكل في الأورد الدموية اللي في الريل فيفضل الشخص يعني يوم يقعد يرفع ريلة شوي فوق عساس يقل الوريم بس يتابع مع طبيب إذا استمر الوريم لأننا نحن نفس الشيء أول شيء نفحص المريض نسوينا الفحوصات الطبية مراتكم الفحوصات الطبية كلها طبيعية فالشخص يعني يستلم النتيجة يرجع البيت بعد فترة بعدها يعني تمت المشكلة موجودة عندي لا أرد مرة ثانية عن طبيبي احتمال تغييرات معينة صارت احتمال علاج يعني نحن حتى في علاجاتنا الطبية تكون كعلاج أول شيء الثاني شيء يعني بالتدريج علاجاتنا الطبية تكون عساس نتأكد من سلامة المريض وأنه حصل على العلاج المناسب له فإذا استمر عندك حتى لو فحوصاتك كانت طبيعية ارجع عن طبيبك مرة ثانية لإعادة الفحص كذلك وعلى أساس إن شاء الله تتاخذ العلاج المناسب لك نرجع مستمعيننا بخصوص الموضوع الذاكرة والنسيان بالنسبة لل طبعا الناس أول ما يحسون بهالشيء طبعا أكيد حياتهم تتأثر يعني خاصة إذا بتنسى مواعيدك بتنسى أشياء خاصة فيك الطلبة في المدارس إذا بتدوا ينسون يعني يذاكر المنهج يذاكر شيء يرجع ما يقدر يركز أو ما يقدر حتى يحل بطريقة صح واحد تعبان مذاكر يعني أكثر شيء خاصة في فترة الامتحانات الأشخاص اللي سواء المدرسين اللي يدرسون حتى الأطباء أو الجميع يعني شيء اسم ذاكرة جدا مهم للجميع يعني أشياء وايدة تترتب عليه في حياتنا فالواحد أكيد بيحس أن اختلاف كبير في حياته إذا بتدى ينسى أشياء كبيرة بالنسبة للكبار إذا الشخص بتدى ينسى يعني مرات حتى يتأثر يعني ناسي يعني ينسى حتى مرات الأسامي يعني هذا الشي يحط الشخص في مواقف مرات محرجة أو ينسى الأشياء الضرورية في حياته أو ينسى أشياء كثيرة يعني فرضان حساسية عنده من أدوية أو حساسية عنده من أشياء يعني تترتب عليه أشياء كثيرة سواء النسيان أو الذاكرة فالواحد يهتم أول نصيحتيك أنه لا ابتديت أو أنا انتبهت العمري فيفضل الفحص الطبي أساس نتأكد نفس ما قلت لكم مرات تكون أشياء جدا بسيطة يعني الهيموغلوبي النازل عند الشخص أنيمية ياخذ عليها علاج والحمد لله يتحسن وظيف القد الدرقية أخذ عليها علاج تتحسن مرات الواحد يكون من كذر الضغوطات اللي عنده تبتدي نطلب المساعدة كذلك تترتب وحد يساعدنا فيه ترتيب أولوياتنا أو حتى فيه تعليمنا كيف انقلل من هاي الضغوطات في حياتنا أو انقلل من طريقتنا في التعامل مع هاي الضغوطات لأن تلعب دور كبير هذا الشيء يعني طريقتنا في التعامل مع هاي الضغوطات تلعب دور كبير بالنسبة لكبارة نفس الشيء فيه حالات كثيرة تكون الأهل يتوقعون احتمال ألزهايمر وبدأ ينسى آخر شيء يكون عنده اكتئاب أو يكون عنده ضيقة فهي اللي مسببت له هذه الأعراض الحمد لله عندنا عيادة متخصصة بهالشيء اللي هي عيادة الذاكرة كذلك في المراكز الصحية يعني تهتم بهذه المنظومة بالنسبة لكبار السن بالنسبة للوقاية طبعا أشياء كثيرة نحتاج نقي نفسنا نقي نفسنا قبل ما نبتدي بالعلاج فيها والوقاية دايما مثل ما نذكركم دايما الوقاية خيرهم من العلاج ننتبه لبداية ننتبه للأكل الشيء اللي يدخل جسمنا يعني يكون متكامل بكل عناصر القذائية عشان ما يستوي لي نقص في أي شيء من ناحية جسمي ويأثر في النهاية على على جسمي نفسه هذا أول شيء بالنسبة لثاني شيء بالنسبة إذا أول ما ألاحظ أني أنا تعبت أنا بتديت أنسى بسرعة أنا مستواي بتدى ينزل ليش الأطفال إذا الأهل لاحظوا مستواهم الدراسي بتدى ينزل ينسون وايد ما يقدرون يركزون هذا الشيء بعد يلعب دور كبير يعني الواحد ينتبه من البداية يسوي للفحوصات اللي يحتاجها وكذلك عشان ياخذ العلاج اللي يحتاجه من البداية يمكن كورس فترة معينة ويبتدي يرجع لطبيعته وأحسن حتى عن طبيعته السابقة ومثل ما قلنا بالنسبة للشخص أول ما يحس بهالتغيرات أو اللي حوالينا يحسون بهالتغيرات يفضل أن يراجع مع طبيب المختص عشان مع طبيب المختص عشان الفحوصات اللي يحتاجها طبعا الذاكرة دور هوايد كبير في حياتنا وأي واحد يمكن ينسى يوم واحد شيء يحس أنه مضيج أن نسى أشياء يعني حتى لو أشياء عادية تمر باليوم فما بالك إذا نسى أشياء تكون يعني مهمة في حياته لها علاقة بشكلها لها علاقة بحياتك كل ومعظم الناس يمكن الحين التخوف اللي يهم أول ما يبتدي الشخص ينسى خاصة إذا كان كبير بالسن على طول التفكير بالألزهايمر أو التفكير خاصة الأهل يعني فالتفكير بالألزهايمر هذا دائما فنسوي الفحوصات ما نتخوف نسوي الفحوصات في تحاليل وايدة تبرز من البداية أن يكون الشخص عند عند أمراض بسيطة أو نقص بسيط ويرد يتعالج وياخذها على طول كذلك يعني يمكن الانتشار الزهايمر عندنا فالناس ابتدت على طول أي نسيان أي ضعف في الذاكرة الواحد يتطرق أن يكون كالزهايمر بس مبكل نقص في الذاكرة يعتبر كالزهايمر أسباب كثيرة كذلك تأدي إلى هذه الشيء تكون مرات أسباب كبيرة عشان نلجأ إلى طبيبنا المختص سواء فحوصات طبية بسيطة وتطلع أو سواء أن تحتاج علاج وعلاج يستمر ومتابعة فالشخص نفسه يعني على الأقل يكون فيه مأمن من أشياء كثيرة وترتيبات أكثر يمكن تصير له مستقبلا مستمعين الأعزاء وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم أشكر فريق العمل ويايا في الأعداد حسني البلاونة في التنسيق نجاة السويدي في الأخراج ميثبيات ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد وأتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله واللي مدومين فيها يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق فيها نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد على نفس التوقيت الساعة عشر ودمتم صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي